كابتن سامي طبعا نتكلم عن مكسب النهاردة مكسب مهم جدا فرحانين بالمكسب طبعا بان المكسب اتحقق في تسعين بلازة مبنون بعد انتهاء الوقت الاصلي ودي تحسب لعيبة النادي الاهن اقول لك يا ايمن بقاسف ما بقضعك احنا لعيب نشوطي التاني ربع ساعة الناس بتقول ست دقايق اه ده كل دقيقة اثنين تلاتة لعيبة يوقع الجولي تشطت عليك وره تلعب بره رح واقع في الارض اه ده تتكلم عن الوقت المستحق بدل الدقاء ده لازم يعني وقع ده لازم تتعمل ذاكاس العالم يشوفوا الخمسة واربعين دي اه دول تلع فيهم قد ايه صحيح مش ممكن ده هنفر والله العظيم لأي فرقة مش احنا بس يعني لأ اللي بيحصل ده ما ينفع ده فيه لعيب بقع ست مرات النهاردة هو هو وفوت اللاعب لغاية تأخر ماتش بعشرة دقايق تكلم كابتن سامي عن رضا بالمكسب طبعا تكلم عن جمهور الاهلي العظيم اللي كان متواجد واللي كان بيتفرق جمهور الاهلي كان عنده ثقة ان فرقته هتكسب في اي وقت حتى ولو كان فاضل عشر سوائن ودي عدد جمهور النادي الاهلي وسقته في لعيبته اللي احنا شوفناه الشوت التاني حتى وان كانت المباراة في بعض الاوقات ما كنتش انت الافضل في الشوت التاني ولا هو ما كانوا افضل صراحة يعني خلينا نتكلم برضو بصراحة شوية انت كان كنت الافضل على مدارشتين عن فارقه ولكن مش مش هيكات مزع عنا ولكن احنا كنا نستحق المكسب من بدر ولكن الحمد لله رب العالمين اصرار اللعيبة وتصميمهم على حصد الثلاث نقاط النهاردة هو اللي جاب لنا المكسب في الاخر فضلوا يلعبوا اللعيبة الحاد اللي دي السادسة من الوقت بدر الضايع في الشوت التاني وعندهم الاسرار والعزيمة والروح ان هم ياخدوا الثلاث نقاط وده اللي اتحقق في الاخر الحمد لله رب العليه